اشتركوا في القناة 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 الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أتحدث نيابة عن أبناء عمومتي وعن أقربائنا وأنسبائنا وعن والد العريس ابن العم الدكتور طايل عبدالحافظ لهويدي والد العريس الطيار رعد لهويدي الذين شرفوني بالتحدث نيابة عنهم في هذا اليوم المبارك الفضيل من هذا المكان العامر لنتقي بهذه الوجوه من أبناء عشيرة الطرونة ومن حضر معهم تقوين الأسر الصالحة ذات الخلق الرفية التي تكون ركيزتها المودة والرحمة وأيضاً بناء مجتمعات قاعدتها الوئام والمحبة وأيضاً خلق وإنشاء جين يتمتع بالفلاح والصراح والتقوى نهجاً وخلقاً وحياة وكما تعلمون فقد يعتبر الزواد آية من آيات الله كما جاء في محكم الكتاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجاء في حديث المصطفى صلوات الله عليه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزواجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو كما قال صلوات الله عليه وامتثالاً لذلك والسير بهدل شريعتنا الغراء والسنة المحمدية العطرة وحتى نكون من الفائزين كما جاء في كتابه تعالى ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزاً عظيمة جعلنا وإياكم من الفائزين بالدنيا والآخر الأخوة الكرام لقد جاءت هذه الجاهة متقدمين وطالبين يد ابنتكم صاحبة الصون والعفاف الآنسة رحمة كريمة أطوفة السيد محمد الطراوني إلى ابننا الطيار رائد ابن الدكتور طايل عبد الحافظ الهويدي على سنة الله ورسوله آمنين ومتأمنين أن ينالى طلبنا هذا القبول والموافقة وسنكون لكم من الشاكرين وجزاكم الله خيراً ونحن بانتظار شرب قهوتكم الطيبة أبدأ حديثي بالترحيل بالجاهة الكريمة أكرر الترحيل بهم مرة ثانية والترحيل موصول أيضاً إلى الجاهة المستقبلة الذي كرموني أن أتحدث باسمهم ولست بأفضلهم يشهد الله وكلهم ذوات لكن يسعدني أن أنوب عن هذه الجاهة بالحديث إليكم بداية فعلاً نحن في هذا اليوم في هذا المكان الطيب سمعنا من أخونا الكريم الباشا الذي أجاد في حديثه وأفاد كل المستمعين فله الشكر على كل الأفكار والحديث التي تحدث به إلينا لكن إجت في بالي فكرة بنت أطرحها وأرجو أن تكون الفكرة مقبولة لدى الانتهاء منها كثرت في الآولة الأخيرة الدعوة إلى التغيير والتحديث في كثير من مناسباتنا الاجتماعي فقبل مدة وفترة أكيد كلنا طلعنا إلى الجلوة والعطوة والشلات القتل والمين تحضروا ومين في اليوم ومين إلى آخرين والجميع يطلب أن كل هذه الأشياء تعدل وتصلح لأن الدنيا اختلفت ويعني طار فيه من الضروري أن يتم التغيير في نواحي حياتنا الاجتماعية جعبا لليوم أغير في الحديث لأن نستمعنا من أخونا الكريم وغطى كل ما يمكن أن نتطرق له في موضوع الزواج من أحاديث عفوا من آيات كريمة ومن أحاديث نبوية شريفة لكن جاءت عباليا أنا عفوا برضو غرب والتقاعد ومنذ تقاعدي تقريبا أو آخر عشر أو مستعشر سنة يمكن بلا مبالغة معظم بنات الطلاوين سواء في مواب أو غيرها إما أن أكون أنا اللي طالب للعليس أو أنا اللي معطي العروس وهذا الشرف عظيم إلي أن أخواني بحبه أني أتحدث إما لأن يمكن بحاول أن أنظر إلى الجلسة وأراعي الظروف الاجتماعي لفيها مع مرور الوقت صار عندي ثلاث أنواع من الطلبات الطلبة الأولى على الطريقة الشركسية والطلبة الثانية على طلبة ضابط متقاعد والطلبة الثالثة بين الاثنتين الموضوع الشركس هي مختصرة وشريعة لخلاني ألجع لها أنه قبل عشرين أو أكثر من عشرين سنة كنت في معية ابن عمئلنا رحمه الله الفريق خالد الطراون اللي كان مستر من الدفاع المدني في طلبة لابن عمئلنا من الشركس وبعد ما تكاملت العضو الناس ورجاها وقف الله يرحمه بده يتحدث فيه ختيار شركسي وأنه يقول هاي عرب أنتوا بتحب كلام كتير إحنا بالتفقيل حتى نوع الشوكولات اشتريناها وما أخذ شيء السولك فيه قال يبالك فيه وفرق علي الكشف لكسين قاعد ومشت فلذلك صاروا في القليل كل ما بدي أوقف أحكي شركسية شركسية يعني نصور خطمة شركسية من الروح لنمت فيها وإحنا بنطالب فيها بس بس مرات تلزم إنها تكون خطمة على طريق الضابط متقاعد الضباط المتقاعدين فيهم طبعا إذا بقضوا بالحجي مع طروع العراية ومصاروا مع طروعة الفجر الثاني يمكن بيحلوا على اللي قاعدين بسوار فلذلك مبيل السنتين أحيانا بصير تعتمد على القاعدين برضو الحضور اللي أمامي والوجوه الطيب اللي كلها حوالي أوحت إلي بفكرة حصلت فعلا مع ختيارة من أحدى عشائر الكران وبلاش نسمي العشائر اللي تنطبخ عليهم مثل إن شاء الله ابنها يشتغل في دائرة المخابرات فلذلك النسوان بسألنا يا حجي منك وين تقول ما بترع عن مفاد دولي بعدين لزوها برهم ومعارفين شون في دومية قالت هني ابني بيشتغل في ردات قال الله قال ما بيسمع شلم غير رأس بيكتبها وما بيضيع شي فأنا في جلسة وحضورها وجو طيبة ومعظمهم إعلاميين والإعلاميين لا يفتنقوا كثير عن إخواننا اللي في المخابرات وارضا بدور عن موضوع بخرة ما قال ويقول غلط في الآية وغلط في الحديث وكان فاضح وكان مطلع لواء ومعارف يحتي إلى آخر فلذلك بلاش تصير فيها زكي حبيت أحدث معاكم لأنه فعلا أخوي الكريم أفاد وأجاد وكلكم سمعكم الآيات اللي بدنا نكررها ونقولها أو الحديث اللي بنقوله كل اللي بقوله أنه الموافقة على الزواج هي من مسؤولية وللأمر وأنا وللأمر كلفني أني أقول ابشرف اللي جيت فيه مبروك عليكم وكل اللي بنقوله بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير على سنة الله وسنة رسوله نقرأ الفاتح Horizontal وكتما حسن أهلا شوال وفرشو لدينا يا بالعريس فرشو لدينا وНе أشخص عليني أم العريس لا تعدب علينا وتوبنا اللي جينا وحنا الصبايا وليلتين وليلي وحنا مشينا ويا فرحة العيل جوزنا البالي يا فرحة العيل هو علالو لالو لالو والعريس جايف حالو بيطلع له عريس الزين بيطلع له الوين زفك وين يا عريس الزين اخوالك وعماماتي بالسف صفين الوين زفك وين يا حبيب أمك ويا غلمني العين عوناد عمك الوين زفك وين والكل يحبك ويا غلمني العين يا مدل العبون هو علالو لالو 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 والعريس في رحناله ولو لو دللها غازلها والعاروس لا تزعيها او طلت ست العرايس سفوها عالكوشيفون او سفوها لحلى عريس وبزينو ما في مخلوق ايو شنشالب ذهبها عروستنا محلاها او يخلف علي طلبها ويخلف علي اللي اعطاها او ما نيشامع زغاريت من عماتو خالاتو او خاله تكوي للقامس وعم تصفت بدلاتو او عاللالالالاللال qualعريس شايف حالو بيطلع له بيطلع له عريس الnier بيطلع له اشتركوا في القناة